السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معبنا مع الحكايات التاريخية نأخذ منها الدروس والعبر حكاية النهاردة يطرى جيوش محمد علي التي سيطرت على السعودية في الفترة من 1811 إلى 1818 يطرى من الجيش الأقوى وإيه صفات الجيش تعمل محمد علي وأبلاده والجيش والمملكة العربية السعودية وقتها وليه جيش محمد علي وأولاده لفوش ولا جندي مصري يلا نعرف تفاصيل محمد علي باشا في الفترة من 1811 إلى 1818 بيرسل أولاده طصم باشا وإبراهيم باشا للسيطرة على المملكة العربية السعودية محمد علي عايز يكون مسيطر على العام العربي مسيطر على الشام مسيطر على شبه الجزيرة العربية اللي هي بلاد الحجاز اللي هي المملكة العربية السعودية حاليا والإمام عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ المصري اللي كان معاصر لأحداث جيوش وحملات محمد علي باشا على الجزيرة العربية بيقول لنا في البداية جيش محمد علي منتصرش على المملكة العربية السعودية اللي هي بلاد الحجاز وبيقول لنا أسباب هزيمة جيش طصم باشا الجبرتي بيقول إن بعد أكابر الجيش بتاع طصم يعني كبراء الجيش بتاع طصم قالوا للإمام الجبرتي أين لنا بالنصر نمتصر الزاد وأكثر العساكر لا يتدين بدين وصحبتهم المسكرات يعني المخاطرات والخمور ولا يخطر في بالهم شعائر الدين أما القوم ويقصد بهم ويقصد بهم أهل الحجاز إذا أذن المؤذن صلوا ولو في حرب وفي الحرب بيصلون صلاة الخوف فئة تتقدم للصلاة وفئة تتأخر ويقول وعسكرنا يتعجبون ولم يسمعوا بهذه الصلاة اللي هم عسكر بتاع مين أولاد محمد علي الجيش بتاع أولاد محمد علي ما عرفوش عن إيه صلاة الخوف استكمل مع عبد الرحمن الجبرتي بيقول لنا تعذيب العسكر لأهل بدر في الحجاز يقول وصل على العسكر بدر نطيق بدر وبها خيار الناس والصالحين استولوا عليها نهبوا الناس وأخذوا النساء والبنات لدرجة أن أحد رجال بدر بيطلب من عساكر طوسن باشا يبن محمد علي بيطلب منه إيه زوجته فقال له الجندي والعسكري من الجنود من الجنود زوجتك تبيط معي الليلة وأعطي لك زوجتك بدل يا ساتر ايه الفساد ده فساد الأفراد اللي في الجيش طوسن باشا وطوسن باشا حاملة طوسن باشا انهزمت على ايد القوات العربية في المملكة العربية السعودية وجيش طوسن قام بالصلح مع الحجازيين الباشا محمد علي مداي مش عايز الصلح عايز كون هو المسيطر على ايه الوطن العربي الشام وكزيرة العربية فنجد ان ارسل حملة اخرى بقيادة ابنه ابراهيم باشا وذهبوا الى عنيزة وبريدة والوشم وشقرة وابن محمد علي باشا ابراهيم عمل حصار شديد لأهل الدرهية اكتر من خمس شهور وتم اشعال الحرائق في الدرهية ونجد ان عساكر ابراهيم باشا تقطع النخيل وتهدم البيوت وجعلوا المنطقة خالية من الناس لا احد فيها ساكن كتر انهم ايه اثاروا الرعب بين الناس دي كانت حكاية الفرق بين جيش توسون باشا قلود محمد علي والجيش شيفر كزيرة العربية الجيش لازم يكون مع المهارة العسكرية لازم يكون فيه نحية اخلاق ودين ودي ما كانتش متوفرة ناحية الاخلاق والدين في الايه في جيش توسون باشا جيش توسون باشا وجيش اولاد محمد علي ما كانش فيهم المصريين لان المصريين ما كانوش بيدخلوا الجيش اصلا لشو ما كانوا بيكسلوا لا لحد لما جاء سعيد باشا سعيد باشا ده اللي تولى حكم مصر بعد وفاة محمد علي وبعد وفاة براهيم باشا وبعد وفاة عباس ابن توسون جاء سعيد باشا وسعيد باشا سمح للمصريين والاولاد العمد والاعيان ان هما يدخلوا الجيش ومن ضمن افراد الجيش واشهر افراد الجيش اللي دخلوا من جيش المصري كان احمد عرابي اللي هو زعيم الوطني اللي حيعمل الثورة العربية وحيطالب بحقوق الزباط المصريين في الجيش ودي كانت حكاية حملات ديوش محمد علي باشا والسيطرة على السعودية في الفترة من 1811 ل 1818 وإلى اللقاء في لقاءة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة